مستمرين مع بعض مع سلسلة موبايلات بتقدم سعر يعتبر كويس جدا وسعرها نزل عن الاول كتير. بس كلنا ما بدايا اقولك ان انت لو قدامك اي محل او اي مكان او اي سطور بيبيع موبايلات بازعار قويس او شاف ان الازعار عنده نزلت. انزل تحت الفيديو في كوميت و سيدي اللونت لاخواتك عشان لو اي حد عايز يشتري ايه يستفاد. وهدف الفيديوهات دي من وجهة نظري كلنا اللي اتعرف على الموبايلات لسعرها نزلت وكلنا نفيد بعض. قبل ما اقول لك اي حاج اكيد ما تساش لايكك سبسكرايبك الرئيب وادفع للدرش انه وصلك منا دعمك كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في توصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم انا محمد وديكالات واول موبايل سعر ونزل وشايفه صفقة حلوة دلوقتي هو من شاومي. لو انت بتحب شاومي فالموبايل ده قدامك دلوقتي بتسعتاشر الف جميل النسخة للتناشر خمسونية وتناشر بعد ما سعرها كان بيوصل الواحد وعشرين الف وخمسمية. هسيب لك ان انك تحت في دسكريبشن. واهم ما يميز الموبايل ده هي الشاشة الممتازة المية وعشرين هرتز الالف وثمانونية نتس الكيلو في اللي تعتبر متكاملة جدا وعلى طبقة حماية محترمة. زيت كمان الاداء الكويس مع سبعة تلاف متين اللي اعتبر معالج محترم ونا موجدتش مع الموبايل ده ايه مشاكل في الاداء سواء كان اداء يومي او اداء العب. واناك المشكلة معايا تجربت الكاميرات ان في موبايلات هنجلها دلوقتي في الفئة المتوسطة بتقدم كاميرات افضل منه. واناك لو انت بتحب شاومي عايشة هنصاروخ موجود في العلبة عايز كل اكسسوارات الموبايل موجودة في العلبة ما بيتركزها على اداء الكاميرات او مش عايز اقوى موبايل بيقدم بيقدم كاميرات. واناك بيقدم باية الحاجات التانية على اكمل وجه يفريج مينوت سيرتين موبايل ممتاز. وخصوصا ان الموبايل ده بداعي لمقاوة الغبار والمية زي بالزبط اي بي تمانية وستين. اما بالنسبة للموبايل بعد كده فالموبايل ده هتلاقي في كل حتة بتمانية وعشرين الف جنيه انا جاب هولد بالتنين وعشرين الف وامتين واتمنى انك انت تلحقه لو عايز تشتريه هو السامسونج قلت ان ده احسن موبايل في فئة العشرينات من وجهة نظري كموبايل على بعضه. معاك معاند مفترم اكزينوس الفين متين قوي هيدي لك اداء يومي وممتاز واداء العب كويس جدا. شاشة مفترمة جدا ديناميك اول دي اللي موجودة في موبايلات سامسونج الفلاكشيب. وفي نفس الوقت الشاشة مية وعشرين لارتس الف ورمائية نتس كول اتش تي بلاس مون متازة ما عندش علاقة اي اطراض. زائد كمان ان انت هنا معاك تجربة كاميرات قوية ومعاك تلات كاميرات بتانت زوايا رؤية كاميرا اساسية. كاميرا للبورتري وعنده كاميرا الترا وايد والموبايل في اداء الفيديو قوي لدرجة انه بيقدم تصوير فيديوهات ايت كي وده حاجة نادرة انه بنلاقيها اصلا في الفئة السعرية دي. زائد انك معاك بطرية مفترمة من وجهة نظري توليفة تعتبر كويسة وبصمة كويسة جدا موجودة تحت الشاشة ولكن الموبايل ده عيب وعيب كل موبايلات سامسونج اخر وفمسة عشرين وقت وللاسف حتى مش موجودة في العنب. اتى حدك ان انت تعرف تجيب الموبايل ده بالسعر ده من اي مكان تاني. اما الموبايل اللي بعد جدا هو سامسونج اي خمسة وخمسين النسخة التمانية متين ستة وخمسين وركز معايا. سعر النسخة دي من يومين بالزبط كان بيكلم في تمنتاشر ستمية حاليا الموبايل سعره تمنتاشر مية نزل خمسمية جنيف يومين فده حاجة تعتبر ممتازة. لو انت عايز موبايل من سامسونج بكاميرات قوية جدا كاميرا اساسية مع كاميرا ألت روايد اقوى اداء كاميرات في الفقى المتوسطة حرفيا. ذات تصميم ازاز معافلين من المعدن دعم القوة الغبار والمياه. الموبايل فعلا فخنه وكمان معالج ممتاز في الاداة اليومي. هو اداء الالعاب ومش اقوى اداء الالعاب ولكن موبايل متزن على بعضه وبيدي لك تجربة التصوير دي اهم حاجة. فالموبايل ده قوي وممتاز جدا وسعره نزل اتمنى انك انت تلحقه حاليا. الموبايل بعد كده هو السامسونج اي خمستاشر ولكن انا مش جاي لك بس بالنسخة الستمية تمانية وعشرين اللي انا اصلا برشحها كاحسن موبايل تحت السبعة تلاف جنيه. دلوقتي النسخة الستمية تمانية وعشرين سعرها ست ستمية وخمسين وده حاجة ممتازة اصلا عملها بتنزل. وكمان النسخة التمانية بتنستة وخمسين سعرها سبعة و نص. موبايل بتسعين ممتازة عبها التصميم من قبل نظري ولكن جيب تسعة وتسعين انت متخيل في فئة ستة وسبعة زائد ان اجمعان بطاريخة بسلاف ميلا امبير معاك مدخل ثلاثة ونص ميلا. كمان انت عندك تجربة كاميرات ممتازة مع كاميرا اساسية وكاميرا التروايد في الموبايل ده خلطة حالوة جدا سواء كنت اجيب النسخة الستمية وعشرين او النسخة التمانية بديل ستة وخمسين يزيل الاختيار قوي جدا وهسيب لها تلينك تحك بالدسكريبشن. اما بالنسبة للموبايل بعد كده فهو اللقطة حالية لهو السامسونج اي زيرو فايف اس. الموبايل ده للنسخة ستة مية تمانية وعشرين نركز معي. سعرها كان بقى دلوقتي سعرها ستلاف ومتين جنيه وبتاخد موبايل ستة ليجابايت رام ومن براند زي سامسونج مع شاشة اي باس بول اتش دي بلاس تسعين هرتز. زاد لك معاك معالك ستمية وتمانين اسناب دراجون ومعاك كاميرا اساسية كويسة وكاميرا امامية كويسة فهتمشي الحال وكمال بصمة ممتازة موجودة في زراء الباور عيبوا بكل موبايلات سامسونج بيجي من غير اي حاجة والشاحن اخره خمسة وعشرين وقت ولكن اصلا اسرع على سرعة فقط خمسة تلاف جنيه تلاتة وتلاتين وقت كل الموبايلات اللي بتيجي بستة دي جابايت رام بتقول في اوقات خمسة تلاف جنيه مش في بداية خمسة تلاف جنيه فالموبايل ده سعره رهيب دلوقتي. هسيب لك برضو لين كده حتى في الموبايل بعد كده هو من اوبو اي تمانية وتسعين ناس كت بتسألنا على الموبايل ده وشايف ان سعره الى حد ما كويس دلوقتي لو انت بتحب سعره تلاتة تلاتة مية وخمسين جليده اه رب سعر جبطولك للنسخة تمانية متى ستة وخمسين لهم حاجة بتميز الموبايل ده من وجهة نظري المعالج اللي ستدى لجولة ستمية خمسة وتسعين مع المعدل بتاع الشاشة المية وعشرين هيرتس بغض النظر عن نوع الشاشة لانه معترض على اي بي اس عامة ولكن قوة شبكات برند اوبو سوف توري مستقر الحاجات دي مع شاء ممتاز وبطارية كويسة جيل ده لو انت بتفكر التفكير ده فالاوبو هي تمانية وتسعينة غكون اختيارك ولكن انا وجهت نظر ان الموبايل مش اعلى قيمة مقابل السعر الموبايل اللي واحد بيحب اما بالنسبة للموبايل بعد كده فانا مش بقول ان سعر نزل انا في ناس كتيرة بتسألني عنه وعمال بقول مش عايز اتكلم عنه لان سعر الفعال الموبايل فيه هو الموبايل ده السعر تسعة تلاف سبعمية جنيه تسعة تناف تمنمية جنيه وركز معايا لان الموبايل ده بيجي بشاشة اي باس ا ده مش مقبول اصلا وقد نزل عن باية نصفات الموبايل وخصوصا ان بقدم شاحن تقريبا عشر واط او تلتاشر واط فده حدا مش مقبولة تماما حتى لو الموبايل ده كان من ريلمي ما اختاره من ريلمي بس الموبايل غاني ادماعة في الصور المصرف عشان كده ما بتكلمش عنه اما اخر الموبايل هو وعجبني بصراحة النسخة الاربعة مية تمانية وعشرين جيجا سعرها اربعة تلاف تلتمية جنيه دلوقتي بتاخد شاشة تسعين هارتس اتش دي بلاس كويسة جدا عن فئ دي يعني جاية بلوتر دروب لوتش مش بلون بانش بس يتمشي عادي دي فئة اربعة تلاف جنيه معالي تي ستمية وسيتة كويس جدا معاك اربعة جيجا بايت رمية تمامية وعشرين جيجا زكريات اخزانية كاميرا اساسية كويسة كاميرا امامية تمشي معاك الحال بطارية خمس تلاف ميلا امبير عبوا بكل اللوبايلات الموجودة هنا انه سوية تشحي انوش احلى حاجة انت غيرت تاخد تمنتاشر واط ولكن مقبولة جدا عن فئة السعرية دي ومعاك مدخل تنا ونص ملي وبصمة كويسة بتشتغل بكفاءة ما عندش علاقة اي اعتراض تلاف انت عايز موبايل في اربعة اناس جنيه مية تمانية وعشرين جيجا في بداية الفئة دي فعندك موبايل كويس جدا وشايف ان على عرض سعر دلوقتي اعتبر ممتاز للموبايلات الموجودة شايف من وجهة وزارة ان السعرها نزل حاليا اكيد بتابع معاك اول باول وانت برضو من وجهة وزارك لو لقيت حاجة اسعارها كويسة سجل اللينك تحت الدسكريبشن عشان تستفاد وكل اللي حواليك او واخوتك اللي بيتابعونا يستفادوا وبس كد وكفي ذلك الوصول لناية الفيديو وكان عادة انتظرين الفيديو جديد سلام